أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور أن حياة المدنيين الفلسطينيين معرضة للخطر وذلك بسبب الكارثة الإنسانية التي تلحقها إسرائيل بقطاع غزة وبسبب تهديداتها المستمرة باستئناف عدوانها على القطاع بعد انتهاء الهدنة الحالية إلى جانب محاولاتها لتهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم بتوازي مع تصاعد هجمات جيشها ومستوطنيها على الفلسطينيين في الضفة الغربية جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر الصين ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ترجمة نانسي قنقر